من هذه التطورات الميدانية ونبدأ بشق المواجهات بين المقاومين وجيش الاحتلال هذه الفرق الخمسة محاولات التوغل والتقدم التي ربما بدأت في القطاع الغربي في اللبونا في القطاع الأوسط في عيتا الشعب لم تصل إلى أي نتيجة ذهبوا إلى القوزح شمال عيتا الشعب الآن هناك تركيز على كفاركلا لعديس هذا المحور في القطاع الشرقي بوابة فاطمة برأيك هل يذهب الجيش الإسرائيلي إلى هذا القطاع يعتبره خاصرة رخوة كما دخل عام 2006 في بوابة فاطمة أم هو حاول في المناطق التي تعتبر أسهل له أسهل عليه من هذا القطاع الشرقي لكل قطاع ميزاته من ناحية الهجوب بالنسبة للعدو الإسرائيلي إذا اعتمد القطاع الغربي اللي هو النقورة ووصوله حتى الضهيرة بالدخول سيجابه بأرض صعبة ومحارف ضيقة لمسير الدبابات والأليات مما يعرض للخطأ الكبير ولكن يمكن اعتماد على الإنزال البحري في هذه الحالة تسهل عليه؟ مما يعرض البحري فقط لتغطية أو لتغطية وصول القوات بعد بعض بيتفتح المحاور لا يقدر يفوت بهجوب أو سعليه لكن يعتبر هو الهجوب الأصعب لأن المنطقة هي سهلية فيها كثير مزرعات وبساتين وبالتالي يمكن التخبي بسهولة للمقاومين هونيه وبعتقد هذا المحاور هو الأصعب عليه لأنه محكوم بشبكة طبقات ضيقة قبل انفتاح بقلب السول هذا صهب بشأن هكو يطلع على القطاع الأوسط والقطاع الشرقي ليكون أسهل هو بالطبيعي أسهل لأنه البحارر أوسع ويمكن الدخول عبر المائش عيط الشعب وتطوير الهجوم باتجاه القوصح ودخول يعني للعمق وفي عنده المحظر التاني اللي هو مارون الرأس عيتارون ومن ثاني جهة ديجي على العين قبل بغية توطيق تطويق بنت جبال عيتارون نفجر فيها أمس عدد كبير من المنازل صحيح من ثلاث أيام عيتارون كانت بعدها خارج المعركة كانت قوات العدو موجودة بمارون الرأس وعلى أبواب بنت جبال وكان هناك نية ودخلت قوات باتجاه عين قبل بغية تطويق بنت جبال اللي كان ينقص الجهل الشمالية الشرقية اللي هي عيتارون بدأت المعرك فيها من ثلاث أيام كانت فيه مقاومة عنيفة جدا بعيتارون وعيتارون اليوم ما زالت هي الحدث بعينيه لأنه فيه مقاومة عنيفة بغية منع تطويق عينات بنت جبال التي يسعى إليها العدو لكن إذا نروح بعد شرقا هناك معركة أخرى تجري واللي هي معركة حولة حولة اللي كانت بعيدة عن المواجهات اللي كانت هي بين الأديسي وبين ميس الجبل دخلت كمان بنفس الوقت ما عيتارون على المعركة من ثلاث أيام في معارك ضاري بحولة حولة تمتاز أنها أرضها صعبة لعملية الدخول هي مرتفعة عن منطقة إصبع الجليل صحيح هي مشرفة عليها ومنطقة جبلية وهناك كثير من التضاريس فيها لكنها دخلت للمعركة وصار هناك تفجير لبعض الأحياء فيها لكن هناك معركة فيها وامتدادا إن شاء الله قد نذهب إلى الطيبة الطيبة اللي بتتأرض لأكثر من 10 قيام لمحاولات عدة للهجوم عن طريق العديسة رب 30 باتجاه الطيبة الطيبة ما زالت عصية على الهجوم البري تم ضحر عدة هجومات عليها وتم تنفيذ هجوم معاكس من خمسة أيام باتجاه رب 30 الطيبة ما زالت بيد المقاومين ويبلونا بلاء حسنة فيها إذا منذهب أكثر باتجاه الشرق هناك كفر كيلة كفر كيلة دخلت من جديد مجددا إلى المعركة اليوم معارك عنيفة في كفر كيلة صحيح لأن الكفر كيلة امتدادا للتل نحاس الهدف أنا قلته أول ما جيت لهون أنه فيه هدف تطويق الخيام لتطويق الخيام اعتبار من كفر كيلة بدك تنزل تل نحاس بعدين نذهب البرج الملوك منكمل لائعة مرجعيون إبلي السقيه وهيك تطويق الخيام من الجهة الغربية وهناك بحكم الواقع عندك مستعمرة المطلية من الجهة الجنوبية وعندك من الجهة الشرقية القوات المتقدمة من شبعة كفر شوبا والتي تنحضر باتجاه حالتها للي بريد إكمال عملية التطويق نعم هذا من جهة مرتفعة الجهة وستكون للكية معركة كبيرة جدا إسرطا بمعركة بنت جبال